تمكن الجيش اليمني من القضاء على عناصر من القاعدة في إطار حملة أطلقها ثلاثاء في الجنوب تستهدف تصفية المسلحين وكان الجيش اليمني قد قام بتنفيذ عملية أمنية واسعة على المستويين البري والجوية أسفرت عن مقتل وأسر العشرات ومصادرة بعض الأسلحة والمتفجرات والسيارات في محاولة للقضاء على التنظيم المتشدد الذي قتل مئات الأشخاص منذ عام 2011 أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل ستة من عناصر القاعدة في معارك عنيفة جنوب اليمن حيث يتابع الجيش حملة عسكرية واسعة نطاق ضد معاق المسلحي التنظيم وذكر موقع وزارة الدفاع أن قوات الجيش اليمني دمرت سيارات في مدرية مفعى وعزان بمحافظة شبوى ما أدى إلى مقتل وجرح من كانوا على متنها وأكد وزير الدفاع أن الحرب على الإرهاب مستمرة حتى القضاء على جميع عناصره وبذلك ارتفع عدد القتلى في العملية التي أطلقها الجيش الثلاثاء في محافظتي أبين وشبوى الجنوبيتين إلى 42 قتيلا منهم 21 جنديا و21 عنصرا من القاعدة وتأتي هذه الحملة البرية بعد حملة جوية تضمنت ضربات نفذتها طائرات أمريكية من دون طيار ضد مراكز للتنظيم المتشدد في الجنوب ما أصفر عن مقتل 72 مسلحا من التنظيم وأسر العشرات وإبطال مفعول 12 عبو ناسفة جاهزة للتفجير ومصادرة بعض الأسلحة والمتفجرات والسيارات إلى ذلك أعدم تنظيم القاعدة أمس ثلاثة جنود كان اختطفهم في جنوب اليمن وعثر سكان على جثث الجنود الثلاثة وعليها آثار للتعذيب قرب تقاطع في عتق كبرى مدن محافظة شبوى والجنود الثلاثة هم دمن 15 عسكريا خطفهم متمردو القاعدة في اليوم الأول للعملية العسكرية وأفرج عن جنديين من المختطفين بعد تعرضهما لضرب مبرح وما زال مصير العشر الآخرين مجهولا وبعد العثور على الجثث نفذ الجيش انسحابا تكتيكيا وتراجع إلى شرق عتق إلى ذلك كشف الناتق الرسمي لوزارة الداخلية عن محاولة خلية تابعة للقاعدة اختطاف القائم بعمل سفارة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء واختطاف اثنين من أبناء أحد رجال الأعمال في منطقة الأصبحي في العاصمة اليمنية وأعلن عن ضبط الأجهزة الأمنية عصابة تقوم باختطاف السعوديين وتهديد العاملين في السفارة السعودية